اشتركوا في القناة يريت لو تخبرنا عنك بسارة وتخبرنا ما شاء الله كيف بسارة وصل لهاللبل هذا اليوم من المعرفة والخبرة في هذا المجال كيف بديت عطنا القصة من أولها مثل ما يقولون لين اليوم زين خلنا نبدأ خلنا نقول مثلا بدايتي مع السيكل أنا في البداية كنت مصور حالي حالكم كذي كاميرات الدنيا أصرف فلوسي كلها على التصوير فكنت داش فيري ديب وخد بعض المراكز يعني خد يمكن مركز الأول في التصوير في جيارة خد مركز الثاني في نسخة ثانية في مساوقة الإمارات للتصوير جميل عقوبها طلعت من التصوير وكان عندي واحد من شباب قصية عباد الله خلنا نذكر أسمائي لأن الريال هذا حاول معي سنة كاملة أدخل في السيكل دخل في السيكل أدخل في السيكل أدخل في السيكل أدخل أدخل في سيكل فأساسا ما كان فيها حد وكانت بداية وأنا لم أعرف ما هو رود بايك وما هو المونتن بايك فبعد ما دخلت كانوا أكثر الناس اللي هم بياي كانوا فلبينيين لأنهم الواحدين كانوا سوقوا مونتن بايك ما في مواطنين تقريباً كانوا يكون ولا واحد سوق مونتن بايك كنا نسير يعني تقريباً يوم الجمعة وأطلع بروحي يوم السبت لأنهم يوم السبت يدامون في يوم السبت يدامون فأنا كنت أطلع يوم الجمعة فقط سير لينشوشة تسوي لك 25 كيلو ضيعت يومك كامل تميت على الموضوح هذا السنتين من 2008 إلى نهاية 2009 2010 اشتريت رود بايك الصغير المينيوم قد خلنا أجرب كنت أتسوي في ند الشبل لأنه لم يكن هناك مكان ثاني غير شارع القصر في ند الشبل نحن من 2008 إلى 2010 مونتن بايك مونتن بايك أوكي يعني التكنيك خدتنا على كيف البسكليت هلمت شغلاتي متمكن أوكي عندي يعني بدائيات مثل ما يقولون حق الرود بايك دخلت على الرود بايك كمبليت غير أول شيء بعد ما ترجع من مونتن بايك لازم تنظيف أوكي تنظف الدراجة من الوساخة يعني تلس يمكن ساعة ساعة ونص أسبوعيا يعني الحين أنا أضف السيكري في شهر مرة قبل أن أضفها أسبوعيا بعد ما خلاص الموم دخلنا في الرود بايك الرود بايك شفته وايد أحسن أول شيء قريب البيت أقدر تمرن كل يوم على الأقل ساعة ساعة ونص فاستمتعت شيء الثاني حصلت شباب مواطنين يسوقون رود بايك أيامها كانوا مجموعة يسوقون في ند الشبه اللندية مع شباب موجودين هناك أوكي فكنا نسوق مع بعض وشيء الثالث لو كان وايد متع سيكل ما يحتاج لتنظيف وايد يعني تنظف في شهر مرة بس أوكي هذا الشغل هذا اللي ندوره نحن وكانت رياضة فعلا تحصل أنك تسوي وتحصل ناتج وتحصل لياقة صح صدق نزيل حولت على رود بايك تميت فترة شبكت مع قروب مثل ما هو حالنا الآن الشباب الموجودين يا أخي أشبك مع القروب عقوب روح ساعة من قطع الحبيب روح في الشارع نزيل لماذا؟ واحد قال لي قال لي بسارة صراحة أقول لك شغلة قال لي شو أخي سيكلك ما يودي نزيل كيف يعني؟ قال لا لا سيكلك ما يودي أنت شذي ما با 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 كل مرة أي على الجسر أحس أني كياسة صعد جبل جيس نفس الحال اللي الشباب يتكلمون عنه الآن نقطعت مرة مرتين قلت لا لا يودي قلت صرت لهاك اللي قال سيكلك ما يودي قلت نزيل نحبه سيكل شو الحل قال أقول لك سير عنده محلل فلاني سير قول أبا سيكل شراء سيكل فلان أنا ما عرف حين عن سيكل هو بس ينعتني على سيكل وأسير أشتري وانتهى الأمر كم سعر أبا سيكل وأسير أشتري سيكل كام 13 ألف المينيوم جروب ست 105 ومشيت على هالجروب ست هذا وعقب سرد فرنسا نزيل بعد شهرين ثلاثة سرد فرنسا سيكل معي في فرنسا قمت أتمرن تمرنت عقب سرد تميت فترة يعني كنت في فرنسا بعد ما طلعت فرنسا سرد إيطاليا سرد إيطاليا حصلت عذا هنا كنت أدور على المجامية وبتمرن معاهم وحصلت محل سياكل عذا تعرف تتوى واحد بادي سيكل كل يوم يتردد على المحل صح اليما قال لي قال لي هذا قروب ست يوم خوده يوم كرم جوتي يوم كل يوم تشري شي عقب دخل قال لي قال لي شوف أنا بأعطيك بأسوي لك ديل بأخذ عنك الأغراض اللي عندك وأنا كنت شاري رنق المينيوم ولكن كاربون ولكن يعني لو كان بداي بعد المينيوم على كاربون قال لي بأخذ عنك هالثنين بأعطيك شي عدل إيطالي ولكن لأنك إيطالي فالأسعار يمكن بنسبان شوي أفضل يعني عطاني كمبنيولو سوپا ريكورد اللي هو يعتبر توب كمبنيولو وعطاني رنقات بعد بورا التراتو الليل حين واحد شام ربعان يسوق هالسيكل من 2010 إلى الآن الـ Group Set والرنقات الليل هنا موجود عساس تعرف أن قطع السيكل دورابل يعني شي تشتري غالي ولكن إذا حافظ استثمار جيد استمر معك مدى الحياة في بعض الشركات منها كامبي أو شمان مثلا إذا كان توب لاين ما لو الـ Group Set المعروف لأن هاي الشركتين هم الموجودات السوق المهم خدت هذا وحطيت على السيكل هو الذي لدي السيكل كاربون مهم ليس حالي ومشيت في إيطاليا وتمارنت وخلاص رديت بلادين المهم مرة شاهدني واحد كنت تابع على الفيسبوك وليس حطي صور لنطر واحد ياباني قال أنت كل شي في السيكل لديك طب ولكن السيكل مبراكب قال الفريم مبراكب على السيكل قال السيكل كله طب الفريم عندك كنت وفعلا كلام كان سيلي من أن تتزوج على الفريم نعم أزوج على الفريم لأن السيكل لمستوى أن الفريم لا يود بالنسبة لل المهم وصار حين كأداء نحن نأخذ خطوة وراء ونبدأ في أنواع السياكل نحن نبقى الفكرة توصل للكل للي توهم ضادين أو المفكرين هم يبدون والمحترفين كذلك بس النقطة هاي جدا ممتازة أن أنت الفريم هذا ما كان top of the line نعم بس الكمبون اللي حطيتها على الفريم كان top of the line وبعد أداء السيكل كان ممتاز جميل جميل فهم معنات أن حتى لو عندي المانيوم لو شوية خذنا يعني سوينا بوز وخلنا نتكلم عن شغلة ستوات الحين عندي سيكل عساس نثبت للناس أن موضوع أن عندي فريم ألمنيوم ولا كاربون ولا ستيل ولا تيتانيوم والكمبون اللي عليه وأنا تعبان مهما اشتريت من الفريمات ما رح يسوي لك شي تمام فالكمبون اللي على السيكل المهم مثل القيور الرنقات والبيرينقات الموجودة في الرنقات تمام في أشياء يمكن يعطيك زيادة ولكن في النهاية الفريم إذا حطيت علي أشياء زيادة سيطلع فريم زيادة فشتريت فريم ألمنيوم حطيت على كل الكمبون على الألمنيوم حتى قالوا أنا أجرب وحبيت السيكل هذا لدرجة أني أسوق بشكل يومي هذا الألمنيوم شوية ولكن حق الفلات يكون زيادة إذا كان شوية وزن وزن الشيء الأهم من هذا كل أنت الشخص اللي يارس على السيكل المفروض أنت البروفولوس لن يكون عالي سواء كنت يراكب ألمنيوم أو كاربون أو top of the line مثلا كيور أو رنقات ولكن إذا لا لديك تمريل لن تأدي صحيح زين إذا وسارق اليوم ما أنواع السياكل التي موجودة لأن اليوم نلاحظ عندك السيكل اللي يشوف السكان عادي في السكان مائل على تحت في قبضة في النص صحيح في شفنة اللي مائل على تحت لكن الشيء ما لم يختلف كأن مائل على جدام شوية الأيرو دايناميك ما لم يختلف فأريد لو تخبرنا شو أنواع السياكل الموجودة السياكل في عندك من الماونتين بايك زين وهذا جبلي فيه سسفينشن وفيه شغلات هذا يضيع عليك أنت فاور لو تسوق على الفلات ما رح يقول لي أنا سوق يوم تقول الفلات قصد 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 مقدرة ندي الشبه هل ما هيا تسمين نحن فلات ممتاز لأن لا في الطالع نازل وحتى الطالع نازل هذا لا سيسوي لأن طالع نازل نتكلم عن يبال يعني إذا طول لم يكن خمسة كيلو صعود لا تعتبر بعد فلات فهذا يعتبر فلات وعقو بعد ذلك يجب الهايبرد الهايبرد يكون بين المونتين بايك وبين الرود بايك لكي تسمي الهجين مهجة بين الاثنين فهو يكون في الرود تسوق في الرود ولكن يسيد لأن هناك آلام في البهار السكان يكون سيد ولكن لا يكون الرود بايك وحجريات يكون الرود ولكن لا يكون هارد تل فسواء تكون أريح للشخص الذي لديه عوار في البهار لا يستخدم الهايبرد يكون أريح للناس خاصة كبار في السن وشغلاته بعد يبدأ الرود بايك الرود بايك عندك نوع واحد وهو الرود بايك مثل شباب كان يسمونه بقرون صح صح السكان اللي نازل على التحت هذا اللي هو الرود بايك الرود بايك ينقسم لقسمين يوجد وفي الرود بايك اللي هو طوائرة صغار وفي الرود طوائرة أكبر تستخدم إذا لديك كاتش مثلا قرقرة تستخدم فيه أما الصغير هذا الرود بايك هذا ما يمشي على الشارع فعندك يسوي على نوعين في نوعين من الفريم هناك فريم فيه قاب أن تستطيع تركب عليه كبار وفي منهم صغار لا تستطيع تركب على تاير العود يركب على تاير صغير من البداية فتقريبا الاثنين هؤلاء يؤديون الغرض ولكن أكثر 90% من الناس تستخدم الرود بايك لا تستخدم الرود بايك لأن لا لدينا نحن بايك في بايك أنا أوصل شغلة لن تصبح المحل ترى تترى شكل جميل ليس معنات هذا ينفع لك شكليا ترى ايرو دينامي كبير حلو يوم تشتري لا تستطيع تدخل في القروبات الممنوع تدخل في تترى 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 والوزن ريشة لا الوزن يكون ثجيل ثجيل وزن ثجيل لأنه أصلا سواي حق الفلات كلما كان ثجيل ثمانية وفوق أو سبعة ونصف وفوق إلى تسعة أو ثمانية ونصف هذا يكون حق الفلات إذا كان 6.8 أقل هذا يتعبك في الفلات لأنك كلما تضغط الزجيل خفيف فتتعب عليه فتأخذ التيتي التيتي في نوعين في اللي يسمونه التيتي يسمونه التريثلون وفي التيتي يستخدم التيتي بايك الوصف يستخدم السباقات العادية الذي هو السباقات العالمية مثل تور دفرانس أما التريثلون يستخدم التريثلون الذي سباحة جري أو لجل الحديدي هذا يأكل غير لأن أحيانا داخل التوب تيوب يكون أثجل يلست تكون غير قصة تكون غير لأن لازم التوزيشن لا يبعد غير حتى إذا تسوي التوزيشن التيتي يختلف يختلف عن التريثلون لأن لازم يوفر عضل لأن بعد السيكل عنده جري ففي بعض العضل يوفرها حق الجري فلازم يسوي التوزيشن يجدم السائق إلى جدام عساس يوفر عضل الخلفية عساس يجهز يريح بعض تيتي يقول لك لا يعطي 100% يوصل من تيتي فما عنده مشكلة بعد السيكل هذا لا يوجد أي شي يسوي فيعطي 100% أما هذا عنده كيلو عنده جري بعد 10 كيلو أو 20 كيلو فهذا يجب يحافظ فالتوزيشن الذي يأخذ التريثلون لا يستطيع تيتي ممنوع يمنع الاتحاد الدول للدراجات يمنع أن تتاقل فالتوزيشن لا تريد أن يريح أكثر اللاعب الـ UCI بحكم أنك ذكرتهم أشراطاتهم تصارمة لأن عرفت أن لا تستطيع أن تسوي إضعافات في السياكل التي تشارك في بطولات تور دي فرانس أو غير أشهرها تور دي فرانس إلا بموافقتهم هم صحيح هم جدا صارمين في هذا الموضوع يجب أن يكون هناك استكار على أن هذا UCI إذا كان لا تدخل من UCI هذا لا تدخل في سباقات يمكن سباقات ما تدخل طبعا ولكن سباقات ما تدخل ولكن السباقات المعترف فيها من UCI لا تدخل زين حين بسارة تكلمت أنت خبرتنا عن بداياتك خبرتنا عن أنواع السياكل زين بني حين حق سؤال مكرر ودائما ما تنسئل أنت هذا السؤال الذي هو كيف أختار السيكل المناسب لأنا حيث تفضل تذكر تقريبا أربع أنواع من السياكل من المونتن بايك إلى السياكل الترايثلون والرود بايك صغيرة شو السيكل حين أنا اللي ببدأ اللعبة كيف عرف شو السيكل المناسب لأنا أول شي شخص يشوف شو ميولة هل هو من عشاق الترايثلون مثلا أوكي هني يتجي على والرود بايك ممكن يأخذ الرود بايك كهوائي بس كتمريم مع القروبات ولكن في الأساس يكون ترايثلون هنا مثلا يقول أنا ميول أنا أبا رود بايك فما يضيع وقته مع المونتن بايك فأنت أول شي يطالع الشخص أين يوله أو أين ساكن بالأصح إذا أنت واحد ساكن ساكن في حتى وكل طلعاتك على يبال طلعاتك في ندي الشباه أو ماكن هذي فشو تسوي في هذه الحالة تضطر أنك تأخذ رود بايك لأن المونتن بايك ستضرب خطة الساعة ونص 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 حتى أقرب مكان عشان تتمارفير ضاع اليوم كامل ممتاز فما ضيع وقتك ممكن تأخذك أوبشن أسبوعي ولكن ما تخسر وما تركز عليه ممكن تأخذ شيء ما تركز إذا أنت سامحني على المقاطعة قلت إمبسمنت هذه الكلمة التي تحتها خط عشر خطوط صدقت الناس لازم تفهم هذا أن أنت يوم تأخذ رود بايك ماونتن بايك أي شيء له علاقة في صحتك في الرياضة تسين إمبسمنت صحيح هذا استثمار ممكن أنت المبلغ الذي تدفعه حين الذي تفضلت أنت خبرتنا عن سيكل خطة في 2008 و2008 وال2010 اللي ما زال يستخدم أربيعة وال2008 اللي حي موجود عندي نعم يعني إذا تحسب الرياضة على هذا كم كيلو أنت قطعت وياك أربيعة بعد ما شاء الله يحفظها نعم فهذه بايزات ممكن تتصرفها في نصف سفرة ما بقول سفرة بعد زين السؤال الثائل اللي أبسألك يا حين أبو سهارة هاي الرياضة المنوعة يعني أنا مثلا أحب أمارس مختلف أنواع الرياضات كما الأجسام جوجتس ومصارعة كرة قدم لكن في بعض الرياضات ما تناسب هيئة بدر مثلا أنا بقول واحد في جسمي أنا في هيئتي صعب يلعب جنباز مثلا صحيح في بعض الرياضات ما تناسب الجسم السيكل أو الدراجات الهوائية هذة الرياضة هل تناسب نوع معين من الأجسام أو الأوزان ولا هي تناسب الكل نزين شوف الحين تلك الثقات نقطة وائد مهمة ما توقعت تسألني أسوال بعد شيء نزين شوف أنا أقول لك شو أهم شيء في جسم الإنسان لو كان يلعب جيجيتسو أو يلعب حديد أو يلعب سومو أو يلعب أي لعبة في العالم شو أهم شيء في جسم الإنسان القلب السيكل القلب أنت أربعين ساعة لابس هارتريت هذا أهم شيء تلبسه السيكل لأنك أنت هارتريت شغال على القلب السيكل شغال على القلب لا تقول والله أنا وزني ما نزل لا تطالع الوزن تطالع قلبك كيف ياسش دائما القلب سليم أنت ما عندك مشكلة عشان شذا أقول لي شباب لا تطالع وزنك كل شو يناقص على الوزن أنت تطالع الوزن مدام قلبك شغال صح أنت في السليم خل وزنك لا مشكلة خل الوزن صوب تمام أنت تقول لي مثلا إذا واحد يلعب ججسو أو يلعب حديد أو يلعب أي لعبة ثانية يحتاج للسيكل نعم يحتاج للكارديو هذا أهم من الأشياء اللي يحتاج له أن القلب يكون شغال صح إذا عندك أنا كنت أجري قبل يوم يتلعب سيكل يبترقان مفضل مثل الشباب كان يتمرون حديد كان يتمرون في الجيم قبل وقف الجيم أثناء الكورونا الجائحة يوقف الجيم لا يحد يصير الجيم قام يستمرون للسيكل يوم يالسيكل عرف قيمة سواري يوم يوقف الجيم يالسيكل عرف قيمة السيكل السيكل فقام يسوي مكس بين الاثنين أيوة فقام يمكس بين الاثنين لأنه شافنا عن نفسه يحتاج لهذا ويحتاج لهذا في نفسه فهني بسارة نحن نتكلم يعني كرياضة دراجات هوائية أو السيكل ما يخص أنت وزنك زايد أو وزنك نابس أنت صاحب عضلات وهذا ولا ما فيك عضلات الرياضة ها يتناسب أي حد وهالشي هذا أنا لاحظته يوم تشوف الأتراك تطلع الأتراك تشوف ماشاء الله مختلف الأجسام بل بالعكس شيء من الأجسام تشوفه يوم تخطف عليك ماشاء الله ويخطفون عليك بسرعة وكنترول جميل تشوف جسمه هذا ما تتوقع تقول صعبة تتوقعه بره تقول هذا ماشاء الله هذا أداءه وما تروم عليه ما تقدر أن تدر حقه جميل فهذه الرياضة تناسب الكل نصيحة التي يبتد نحن حين قلنا بناخذ السيكل فأنت تفضل ذكرة نقطة جدا مهمة شو حولك أنت وين ساكن هل عندك أنت ساكن في حتى مثلا ولا ساكن في ند الشبه تختلف هاي الأمور صحيح نزيل بعدها شو شو الأشياء الثانية اللي نحن لازم نركز عليها في اختيارنا للسيكل غير مكاني أنا طبعا طبعا إذا شوف بعد ما نطلع من موضوع أننا اخترنا نوع مثلا الرود بايك والمونتن بايك والهايبرد وهو دائما يكون بين المونتن بايك بين الرود بايك صحيح ويكون الرود بايك بين الفلات وبين الصعود يكون بين الفلات وبين الصعود هنا أنت تركز تشوفي دخل في الميول هذا الحين هنا الانفتسمنت الحقيقي تمام هنا تشتري شيء عساس أن ينفعك أصلا في السواق نفسها يريحك في نفس الوقت أنت تستفيد ويكون عندك أنت تشتري شيء كواليتي بدأ ما تشتري كل يوم تشتري القطعة وتسيد بيها كل ما تشير قطعة وتسيد بيها فهذه الأشياء هذه أن تشتري شيء يكون في هاي كواليتي يعني السيكل مثل ما قلت لك أنا شيء تشتري في منها اللي هو لاي فورانتي عليها يعني معظم هذه نقطة حين ذكرت أبو سارة كذلك مهمة في عندك حد من الشباب تقول له مثلا أنا بأخذ السيكل لفلاني يقول ليش تعال المكان اللي فلاني نفس الشكل هذا الاسم بس يختلف بخمسة آلاف ولا بثلاثة آلاف خذ يا أخي بيخترب هالسيكل هذا بترد أنت بتصالحه وبعدك أمورك طيبة ولا بتوصل للمبلغ هذا اللي أنت دفعته في هذا السيكل شو رايك شو ترد عليهم هذه الشباب شوف أنا ما أختلف مع أحد يوم يقول لك السيكل غالي أنا أقول لك السيكل غالي ولكن اللي بخمسة آلاف ليش بخمسة آلاف يعني نحن ننظر نظرة ثانية تمام أنا لو واحد قال لي هالسيكل مثلا هالمصنع هذا هاي الشركة نزلت مثلا فريم معين أقول لك هالفريم هذا من هو استخدمه هل هاي الشركة مثلا ليش الشركات تنافس أن تسوي مثلا الرعاة يكون راعي مثلا لفريق الفلاني يدخل في الرعاية يدخل عساس يراويك أنت كسائق أنت ككاستمر يقول لك ترى شوف الفريق الفلان ياسيسوق الفريق فمعناته أنا الكواليتي مالي يعني الكواليتي مالي زين وبرو ياسيسوق وما عنده مشكلة فأنت هنا تاقض ثقة أن هذا الفريم زين ولكن أي أنا فريم ما أعرف ما وين يهي تصدق هذا بوسارة يرجع نفس الشباب ترى اللي حال سيارة اللي أنت تسوقها نعم تاخذ سيارة مثلا يقول لك تعال الرنقات الأفلانية هذه في مكان للقاراج الأفلاني ممكن يبيع لك رنقات بنص سعر الوكالة أو بنص سعر المكان اللي يعطيك الرنقات الأصلية فعلا أنت بتوفر ولكن ترى خطورة على حياتك صحيح اللي الشباب يعني المفروض نستوعبه نحن اليوم أن ترى هذا سيكل مثل مثل السيارة ترى ممكن لا سمح الله تسوي حادث توصلك من نقطة ألف إلى نقطة بابس فيها خطورة بعد صحيح في رسك نعم فبالتالي أنت إذا ما أخذيت كل اشتراطات السلامة ومنها أنك أنت تدفع على شي كواليتي في جودة نعم الناس تتفاوت يمكن اليوم الألف درهم عند بدر قد لا تساوي شي عند حد من الناس ولا شي ألف درهم وحد من الناس العشر تلاف والعشرين والخمسين ألف ولا شي بالنسبة لهم تدفاوت لكن حسب ما سمعناه من كل يتفضلت بحين أبو سارة أن لازم ناخذ هذا القرار بحكمة بوعي ناخذ السيكل يا أخي ممكن تأخذ من السيكندري ماركت شوالي وأفضل لك من تأخذ أفضل لك حيث ممكن أنت تحصل لها يكون عنده مثلا سيكل نظيف مرتب ممكن يكون بنص السعر صحيح فأنت ستسفيد منه كواليتي جيد ومنه يكون سعر باللي يناسبك تكلمنا عن أنواع السيكل أبو سارة وتكلمنا كيف تختار السيكل اللي يناسبك الحين شو الخطوة التالية خلاص بدر اليوم سار واختار للسيكل وخذوا القياسات مالي استلمت السيكل مالي أنا ويلا ببتدي مشواري في الدراجات الهوائية أو في السايكل متى أخذلي مدرب متى أطلع روحي كيف أتعلم السواقة عن تجربة خاصة حطيت بوستان للشباب هكا اليوم فقلت يوم خدت السيكل طلبت الاستشارة من الشباب خبروني كيف عطوني نصائح كم كان الموضوع معقد أكثر من شو يقول صاروخ اللي بيوصل المريخ أظن معقد أكثر عن هذا الصاروخ عقدوا لي المسألة بطريقة إلا بعض الشباب يزاهم الله خير ما قصروا بسطوا للموضوع فأنا حطيت البوست قلت للم أجموعة أي حد ياخذ سيكل لا يسأل الشباب هاي له خلي يلبس الخود وينطلق يصير يستمتع ولكن أنا أعتقد أن مع بدايتي في السياكل لا هناك أشياء لازم تعلمها فأنا أبو نصيحتك بسهارة ماذا أفعل ماذا الخطوة التالية الآن خذية السياكل ماذا أفعل نزين ويدين يوني يقول نزين نحن بدأنا وخذنا السياكل نزين أنت قلت مثلا كيف نبدأ أول شيف البداية حاول أنت تدوري لك أنت تتعود أنك تلس على السياكل أنت كيف تأخذ الجدول وكيف تدخل مع قروبات وكيف تدخل سباقات وانت بعدك لم تتمكن ولم تفعل كنترول على السياكل أنت عندما تبدأ تتوق السيارة لماذا أنت تتعود على أجواء السيارة وعلى مليسار ومليمين وعلى أبستيك وكيف تفعل كنترول يبالك وقت يعني أنك لا يوجد سيفتي عليك غير أن الخوذ اللي لابس لنا لا يوجد حزام لا يوجد حزام لا يوجد حزام ممكن أنت إذا حد دعمك على الأقل بعدك أنت متمسك ماسك على الكرسي ويارف في السيارة حزام إيرباق هني ما شي معلّك في الهو هني ما شي من الطيح كسر أنا كسر أمشي خمسة كسر في الترقوة السيكل هذه مشكلتها فلازم تنتبه أخذ المكان المناسب المكان المناسب للتمرين التراكات موجودة استخدم التراكات مزيد في يكون في التراك هو أأمن لأسفل يعني حتى لو استوى أي شي حتى التراكات عندنا نحن حاطي لك أسعاف وحاطي لك أرقام والناس موجودة وبيساعدونك في نقاط بعد صح ويعلمينهم بأرقام وغيرهم يعني حتى في القدرة حتى القدرة رغم ذلك عندك الرقام إذا عندك الرقام تتصل فيهم البقاء لو أنت مبنش أو أي شي أي شي عندك فهذه الخدمات هذه الخدمات ويستمر ويتمر في الماكل فأنت تدور ريلك في البداية خذلك الساعة شفت الساعة بعد السبوع زيدي الخمس دقائق بعد السبوع زيدي لا تستعيل الساكل ليس وليدة اللحظة الساكل تراكمي تمام يقول لك يومتي يقول لك كم كيلو متر في ريلك كم كيلو متر في ريلك يعني كم صار لك تسوق تمام كم صار لك تسوق كل ما أنت بضبط كل ما أنت عندك كيلو مترات في ريلك كل ما أنت خبرتك زادت تمام وكل ما كنترولك ستوى أفضل بعدين بعد ما تتسوق أنت تتمكن من السيكل طبعا ما رح يأخذ منك كوايد يعني بعد ما تتمكن لأنك أنت أصرا في الأساس كنت تسوق سيكل وانت صغير فأنت موضوع الكنترول هذا موضوع مسألة وقت فقط صحيح بعد ما تدخل في الموضوع هذا موضوع أنك أنت تسوق كنترول هنا عندك مجموعة تمشي وياهم وتتمرم وياهم وربعك شرات ما يسوه الشباب الموجود هنا والأمثلة كثيرة يعني لو أقولها يمكن ما أخلص تمام وهي شباب تسوه مجموعات ونجحوا والشباب الوياه نجحوا لأن عندهم قايد إذا عندك قايد يقدر يقود المجموعة هذه ويقدر يمشي المجموعة هنا أنت محظوظ تمام أو أنت تكون القايد إذا أنت فيك صفات القايد وتقدر تكون كنترول على المجموعة ابدأ في الموضوع هذا ما عندك مشكلة حتى لو تبدأ بثلاث أشخاص بالعكس كلما كان العدد أصغر كلما استفاد كانت أفضل عكس اللي الناس فاهمين أنه أطلع قروب كبير أرتاح لا تستفيد أو ترتاح صحيح تستفيد الفائدة في القروب الصغير فأنت حين عندك شغلتين يا أنك أنت تأخذ مدرب وترفع مستواك يعني يكون الستب اللي تأخذه يكون وائد سريع تمام لأن المدرب سيعطيك تمارين يوفر عليك الوقت والمجهود تمام يكون مجهود طبعا أكبر ولكن الوقت يكون أقل في وقت وائد أكثر وهذا الشيء أنا جربته وتمست تمام أنا خذت في البداية أول بداية أول ما بديت بعد سنتين قلت أخذ جدول فيه مدرب يهني مرتغالي وخذت عنه جدول كنت تمارن في الأسبوع 14 ساعة 14 ساعة كان تمرين كان ساعتين إلى ساعتين مصف اليوم ولكن أنا قلت إلا لا أذهب إلى الساعة إلا بعد ساعتين المهم أنا أقول لك هذا المثال فقط على السبسة الشباب يفهمون شهر كامل بالضبط سبوع الثالث من الشهر تصل فيني واحد بلجيك ربيعي قال أحمد نحن سعرين إيطاليا شابتي ويانا قلت وين سعرين قال سعرين استيلفيو استيلفيو هذا كان حلمي أني أوصل أني أسوب فيه هذا طبعا حلم كل دراجة المفروض يقول لك مرة قبل لا تموت الحمد لله طلعت هنا عشر مرات ماشا فهذه واحدة من الصعدات المعروفة مبلد دراجين للكلاسيك كارز للموتور بايك والدراجات لكل يعني معروف هذا استيلفيو معروفة جدا فالمهم قال لي نحن سعرين هل مكام قتنا وياكم المهم بعد أسبوع طبعا خلصت أنا تمرين باليوم تقريبا سبحان الله يات شرية صدفة وسافرت سرت إيطاليا سرت إيطاليا تميت ثلاثة سابع سرت معلها لكملت يام بعد المهم كمل لكل على بعض أربع سابع رديت ياتني أقول لك حسيت بالفرق تقول قنبله م شاء الله تدخل في أي يعني ما أقول لك سباقات تدخل في أي قروب تدخل في أي طلعة تشوف نفسك غير مستوى عالي كل في هالشهر شهر تمرين شهر الثاني كنت بعد تمرين يعني ولكن كنت في صعدات فالحين أحمد اللي كان قبل الشهر هذا اللي مشى فيه على جدول مختلف تماما مستوى مستوى الآن نحن تكلمنا عن مراحل مختلفة إذا بنتكلم عن المرحلة اللي أنا بديت الحين أطلع شو المهم من وجهة نظرك بسارة هل مهم المسافة اللي قطعتها هل مهم الوقت اللي أنا أخذه في ممارستي أنا لرياضة السيكل هل مهم الأفريج هارت ريت عندي أنا شو اللي من وجهة نظرك بسارة يشوفه مهم للشخص أنه يتابع هل هو الوزن هل هو وزني هل هو أتشوف نبض قلبي هل أتشوف أنا المسافة اللي أكتحها خبرنا من وجهة نظرك بسارة شو المهم اللي أنا أتشوفه أهم شي الدراج يركز عليه إذا بدأ يركز على الوقت في البداية لا يتطالع لا الأفريج سبيد ولا السبيد ولا المسافة ويركز على الوقت والدقات القلب دقات القلب الدقات لأنك مع الوقت سترفع اللي ياختك المسافة يمكن أن أقطع عندي أنا جيرت عشر كيلو يمكن أن أقطع العشر كيلو في عشر دقائق يمكن أن أقطع من الساعة يمكن أن أقطع الوقت لا يمكن أضع مسافة ل Hun يريد أن يدع الوقت بنائها في البدايات لا يود contin حتى نضع كم ساعة سوى الشيء الرئيسي. والهارت ريت ليش الهارت ريت؟ الهارت ريت هذا هو الرياكشن مالك هو يعني جسمك ياسي يقولك كيف ياسي يشتغل كيف يتفاعل مع التمرين. هذا المؤشر مالك. هذا المؤشر مالك. هذا هو اللي يقولك اوقف ولا كمل. تمام. فالدقات القلب والهارت ريت هذا شيء أساسي لإنسان لا نركز عيه. والرستينغ النبض متى يصل حد أقصى متى ينزل الوقت. لازم يعرف مثل هاد نرستفينت ماله. ولازم يعرف مثل الركابري ماله. هذا شيء وايد بسيط. إذا بني الحين بسارة على السيكل نفسه. حين خلص نحن نقول نحن بالمختصر مرينا على المراحل اللي ممكن يمر فيها اللي بي يبتدي في هاي الرياضة. السيكل. حين عندك السيارة يطلع لك سيجنل يلا سيرفس وقت الصيانة. صحيح. كيف السياكل؟ متى أنا سوي صيانة يعني مثلا عندي أنا في في السياير مثلا عندك التاير تبدل عقما تكمل أربعين ألف. أول ثلاثة سنين. كيف السيكل؟ عقب كل كم طلعة أبد. أبدل. يشوف السيكل كل حد يقول شيء مثلا التاير واحد يقول لي والله كل ألفين أبدل تاير. مو بالضرورة تمام؟ التاير مثلا فلنبدأ أول شيء الأشياء الاستهلاكية. شو الأشياء الاستهلاكية في السيكل؟ الأشياء الاستهلاكية البييرنغات. التاير والتاير. شو البييرنغ بو سارة؟ البيرنغات أي شيء متحرك بين ثابت ومتحرك تمام؟ مثلا الفورك ثابت والرنغ متحرك فبينهم بيرنغ هو اللي يحرك الثابت مع المتحرك. ممتاز. أي شيء ثابت مع المتحرك يكون في بينهم بيرنغ. الرينغ في بيرنغ. البوتون بركت لين تدور يقول لك في بيرنغ لأنه في الفريم ثابت وداخله بيرنغ على ساس يحرك قطع ثابت مع المتحركة. وهذه الأشياء هي المفيدة تمام؟ أنت ممكن تسوي على الإنفيسمنت شوية عساس يكون كل ما كان احتكاك أقل كل ما أنت كان أفضل لك وكان أداءك أفضل تمام؟ وموضوع الغريسنغ أول هذا الدي دي دي بليو فورتي هالأشياء اللي يرشونها هذا عقب كل طلعة ولا؟ الآن مثلا الكمبوننت الموجودة على السيكل قطعة حساسة تمام؟ يعني مصنوع من كاربون في الكاربون تمام؟ وفي بعض الكيميكالس يأثر على الكاربون وهذا معروف فمعظم السيكل صح أنه وائد صغير ووائد بسيط ولكن وائد معقد في نفس الوقت ووائد الكيمبوننت العليه وائد في دي تيلز فمثلا استخدام الديبال تي فورتي ما تقدر تستخدم فيه تمام؟ في عنده أنواع خاصة وكيميكالس خاصة في السيكل نفسه عساس أنه يتلائم مع الكاربون ويتلائم مع البيارينغات السيراميك الموجودة داخل البوتون براكت وغيره وغيره لأن كله يأني كلها وائد دي تيلز فموائد حساسة فمو بأي مادة تقدر أن تتخطى لازم تختار أو تسأل عن المواد المناسبة للدراجة أو السيكل طبعا فيه شركات مثلا فنيش لاين مثلا شركة معروف على مستوى العالم هاي تسوي بس بردكت حق السيكلست تمام؟ من غريزينغ من حق البيارينغات من تنظيف الجين من أدوات تنظيف الجين كل الأمور هذي باركتول نفس الشي عندهم كل المعدات شغلتهم فقط سايكلين فأنت مثلا الحين لو وتي على الأشياء الشسمة الكونبونتس والشغلات هذي فشوف الأشياء الاستهلاكية هي اللي تحتاج صيانة قائمة بسارة إزاك الله خير استمتعنا صراح وي كان ودنا نكمل بعد وياك بعد ساعتين يوان نزيل إزاك الله خير مشكور الله قصر معلن أثريت معلوماتنا وأضفت الكثير لنا في خلال الفترة البسيطة هاي وإن شاء الله لنا اللقاءات بعد يباننا نتعلم يباننا حلقات واضح يباننا أجزاء ما بحلقة إن شاء الله بدنا الله مشكور بسارة الله يباني مشكور لكم بعد الله يحوالي مشكور بواقع السلام